دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الرابع عشر الفتية السلام عليكم حامد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحد الفتية كيف حالك يا عمي حامد أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم أحدهم نحن أبناء الدكتور موسى حامد أهلا وسهلا ومرحبا أبوكم صديقي أين عمكم الشيخ إيسا أحدهم هو مريض هو الآن في المستشفى حامد شفاه الله من هذه الطفلة التي معكم أحدهم أحدهم هي أختنا حامد ما اسمها أحدهم اسمها ليلى حامد أين بيتكم الجديد أحدهم أحدهم بيتنا الجديد مريعتي محمود محمود اسمه وليام حامد أمسلم هو محمود لا هو نصراني أبوه أستاذي اسمه الدكتور إدوارد يهديهم الله إلى الإسلام حامد أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم يوسف نعم ذهبنا تمارين أجب عن الأسئلة الآتية من أنتم أين بيتكم ما الربكم ما لغتكم أين مدرستكم أأنتم مسلمون أفي بيتكم حديقة أعندكم سيارة أين مدرسكم أأنتم مدرسون اقرأ واكتب نحن مسلمون الله ربنا والإسلام ديننا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم كتابنا والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا أين مدرسكم يا إخوان خرج الآن من الفصل وذهب إلى المدير في أي شارع من بيتكم بيتنا في الشارع الذي أمام المحكمة أبونا صديق عمكم أأنتم مدرسون لا نحن أطباء أأنتم أبناء المدير لا لا نحن حفدته مدرستنا كبيرة ومدرستكم صغيرة لنا حديقة جميلة في تلك القرية أخونا طالب في كلية الطب أأنتم أطباء بعضنا أطباء وبعضنا مهندسون الله ربنا وربكم أين ذهبتم يا إخوان ذهبنا إلى السوق أضف الأسماء الآتية إلى الضمائر كما هو موضح في المثال بيت بيتكم بيتنا أم عم صديق مدرسة أخت لغة دين أب أخ اقرأ أي يوم هذا هذا يوم السبت أي شهر هذا هذا شهر رجب أي كلية هذه هذه كلية التجارة في أي مدرسة أنت أنا في المدرسة المتوسطة من أي بلد أنت يا أخت أنا من اليونان اقرأ وكتب وليام إدوارد لندن باريس باكستان إسطنبول إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب أيوب سليمان داود يونس إدريس جبرائيل جبرائيل ميكائيل فرعون اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله أنت ذهبت إلى المدرسة أنتم ذهبتم إلى المدرسة أنت خرجت من الفصل من الفصل أنت جلست في الفصل في في الفصل أين ذهبت يا أخي يا إخواني لماذا خرجت من الفصل يا ولد يا أولاد الكلمات الجديدة الحفيد ابن الابن أو ابن البنت الجمع حفدة الكلية الجمع كليات كلية الطب كلية ترجمة ترجمة نانسي قنقر